هناك فاشنستات إذا ما صحت التسمية انتشروا على فضاء السوشال ميديا وهذا ما جعلهم عرضة للاستهداف في وضع عراق استثنائي ربما نوعا ما نعم من دون شك وهم لديهم أتباع أي كان الموضوع كنا نتكلم عن الموضة ونتكلم عن الصحافة ولا بد من حمايتهم كما تتم حماية الصحافيين نحتاج إلى حماية دولية لأن هناك جهات تريد أن تمنع تدفق المعلومات أيا كانت وذلك يعتبر من انتهاكات حقوق الإنسان وهناك أيضا إبادة مثلا تعلم عنها بعض أو يعلن عنها بعض المؤثرين على شبكات التواصل ويتم إسكاتهم طيب إلى أي مدى يمكن اعتبار البلوغرز مؤثرين إلى هذا الحد في الفضاء العام حتى يتم استهدافهم بهذه الطريقة طبعا لا بد أن تكون هناك معايير على المستوى الدولي كل دولة تختلف عن الدول الأخرى ولكن ما نراه بشكل منتظم أن هناك محاولات لمنع حرية التكلم وللتأثير على المعلومات التي تعطى من قبل المؤثرين الاجتماعيين فهناك محاولة للسيطرة عليهم لذلك على الدول أن تعتمد معاييرها الوطنية ولكن على المستوى الدولي لابد للمنظمات الدولية أن تضع مجموعة من النظم التي تفسر ما هي الحقوق ترجمة نانسي قنقر